مستمعي إذاعة الحياة أفام مرحبا بكم في برنامجكم الجديد الحياة في المتحف سيكون هذا البرنامج أسبوعيا سنلتقل منكم من متحف إلى متحف عبر ولايات القيروان ومتاحف ولايات تونس وربما لا يمكن أن نلتقي معكم في متحف عالمية خارج تونس لنحكي لكم حكايات بعض القطع الأثرية في هذه المتحف في كل متحف ربما سنأخذ لتوب ديس ما يسمى بعشرة أعز وأرقى برغم أن كل القطع الأثرية هي راقية ما لك أننا سنحكي عن عشر قطع أثرية بكل متحف وكل قطعة سنحكي عن حياة هذه القطعة تاريخها تواجدها لماذا هي موجودة في هذا المتحف لما ترمز هذه القطعة الأثرية ما هو البعد الثقافي ما هو البعد التاريخي ما هو البعد العلمي ما هو البعد الإنساني لهذه القطعة الأثرية عبر الحديث عنها سنعيد لها الحياة وعبر الحديث عن هذه القطعة الأثرية ربما نعيد بعض الحياة لمتاحفنا في تونس كل حلقات هذا البرنامج ستكون المتحف الوطني للفن الإسلامي برقادة القيروان سنكتشف في هذا المتحف عشر قطع أثرية سيحكي لنا أستاذنا الجميل الرعا الأستاذ زهير الشهابي محافظ هذا المتحف سيحكي لنا عن قصص هذه القطع الأثرية ولا تنسوا أن تتابعوننا في حلقاتنا هذه الشيقة التي ستأتي لكم عبر إباعات الحياة أثم كل أسبوع فكونوا في المواد أستاذنا سيزهير الشهابي محافظ المتحف الوطني للفهول الإسلامي برقادة مرحبا بك في الحلقة الأولى من برنامجنا الحياة في المتحف قبل ما نلتقي اليوم وقبل ما نعطيك الكلمة أستاذنا نتمنى لو تعطينا صورة عاجلة وربيت كما أقولوا حول هذا المتحف بصفة إجمالية مرحبا بكم مرحبا بمستمع إذاعة الحياة أثم في هذه الحلقة نقدم لكم المتحف الوطني للفهول الإسلامي برقادة هذا المتحف اللي في الأصل تعمل في إقامة رئاسية وتم تجهيله في 14 نوفمبر 1986 وهالإقامة رئاسية هذية تعود إلى آخر الستينات من القرن الماضي وتبعد حوالي 10 كيلومتر عن مدينة القيروان جنوب غرب القيروان والمتحف هذية أحمل الإسم المتحف الوطني للفهول الإسلامي رقادة القيروان هو في طرف الجنوبي للموقع الآثري رقادة ويحتوي المتحف هذية على بناية اللي هي بناية من طابقين وحديقة والمتحف هذية داخله تعرض القطاع الأثرية وقد قسم إلى سبع قاعات فالقاعة الأولى هي قاعة الخشب وفي معظم القطاع هي قطاع متأتية مأتها بيت الصلاة جمع عقب بن نفح القاعة الثانية خصصت للفخار والخزف والبلور ومأت أغلب القطاع كما نعرف المدن الأميرية حول القيروان اللي هما خاصة رقادة وصبرة المنصورية وقال لنا نحكيه على العهد الأغلبي والفاتمي وخاصة العهد الزيري القاعة اللي خصصت لهو عبارة على رواق القاعة الثالثة خصصة لشيء نادر اللي هو نحكيه على الفسيفوساء الإسلامية نحن نعرفه أنه تونس تحت المرق بالولة في عدد لوحات الحسيفوساء الرومانية والبيزنطية في العالم ولكن التعريف في هذا المتحف هو أنه يحوي قطاع إسلامية لأن الفاتميين أعادوا إحياء هذا الفن أيضاً بعد هذه القاعة يأتي رواق النقائش النقائش وخاصة النقائش الجنائزية نعني بها شواهد القبور اللي مأتها أقدم مقبرة إسلامية في تونس اللي هي مقبرة قريش اللي حالياً هي المقبرة الرئيسية لمدينة القايرة وهذا ثم النقائش أيضاً فيها مزولتان المزولة الفاطمية وهي أقدم مزولة عربية إسلامية في تونس حالياً أيضاً قطعة من تعود إلى لوحة تخليدية إلى محمد بن عبد الرجال وهو أحد المنجمين القيروانيين القاعة مفخرة هذا المتحف هي قاعة المخطوطات القاعة هذه اللي تضم نفائس المخطوطات القيروانية وخاصة ضمت مجموعة المكتبة العتيقة وهي تقريباً أقدم وأكبر مجموعة حالياً من المخطوطات ويعود أقدم مخطوط فيها إلى القرن الثاني للهجرة فيها أيضاً المصحف الشهير بمصحف الحاضنة وأيضاً هو تقريباً اللي يعد أشهر وأغلى مخطوط حالياً في العالم اللي هو الرق الأزرق اللي هو يحلي هذه القاعة بعد قاعة المخطوطات ندخل إلى قاعة البرونزيات قاعة البرونزيات هذه فيها أشياء من البرونز قطاع إثرية من البرونز مثل مشكاة المعزب البديس مثل الأدوات الطبية مثل الأختام إلى غير ذلك ثم الآخر قاعة هذا المتحف قاعة العملة والعملة تتراوح بين العملة الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية وتقريباً تمتد على كامل الفترات العربية الإسلامية منذ عهد الولاد إلى الفترة العثمانية وكما للإشارة أن هذا المتحف منذ سنوات قليلة بعث فيه قسم بدهوجي حيث تجرى فيه الأنشطة الثقافية والتربوية خاصة الموجهة للطفل والتلاميذ والطلبة خاصة شكراً أن أستاذنا سي زهير على هذا التقديم لهذا المتحف الجميل وفي هذا المتحف لاحظت أن هناك ربط بين الماضي وكذلك بين الحاضر والعرض وكذلك المستقبل عبر هذا الورشة الورشة العمل التي تعمل فيه فيصل المتحف هذا جميل جداً وكذلك أعطيتنا فكرة توا تقريباً بدينا نحسوا شنو ما هالتوب ديس التي لا تقدموه التي لا تقدموه عبر هذا البرنامج مستمعي إذا عادت الحياة أفهم مرحباً بكم في برنامجكم الجديد الحياة في المتحف هذه الحلقة الأولى سنكتشف القطعة الأولى من هذا البرنامج وهي وهي مشكات المعز ابن باديس مستمعي إذا عادت الحياة أفهم دلقنا الآن في القاعة الأولى وهي قاعة البرونس أو قاعة من بسبب قاعة القبة وسنكتشف القطعة الأولى اللي قال لكم عليها المستد زهير وهي مشكات المعز ابن باديس وجميل أن نكون الحلقة الأولى والقطعة الأولى من النور حتى تكون هناك نور في هذا المتحف شنية هالقطعة هذي سهير شنية حكايتها هل نعطي بعض الشيء ونعطي بعض الحياة لهذه القطعة لمستمعينا في ذلك الحياة هالقطعة اليومة اللي قدامنا هي مشكات المعز ابن باديس شمالتها مشكات مشكات أولاً قدموه هي الثرعية متاع له هي الثرعية اللي الضوي هالمشكات هذية بما أنها هن الضوي وين مبدأ وين كانت موجودة وين كانت موجودة كانت موجودة في بيتسلات الجامعة الأعظم جامعة عقبة بن نفع وهي نسبة إلى المعز ابن باديس لأنه أمر بصنعها المعز ابن باديس هو رابع الأمراء الزيريين هالمشكات هذية صنعت من البرونز البرونز هو معدن قوي جداً معدن هو عبارة على تركيبته وأنه 90% من النحاس و10% من القصدير وهذية هالمشكات هذية جدت في أحجامها حجمها 118 سنتيمتر طولها و القطر متاع العرض متاعها 51.5 سنتيمتر المشكات هذية ما جدش هي تستعمل كمشكاتها كهو للإذاقة في جامعة عقبة بن نفع المشكات هذية فيها فن آخر زادها جمالية اللي هو فن الخط العربي المشكات هذية اللي لاحظ بالقدار مش يشوفك ثقب بن قبة ذنك الموجودين هما عبارة على أشرتة كتابية الأشرتة كتابية هذية كتتحط في وسطها الضوء للإنارة اللي هي مش تكون شموع وإلا ما يعرف بالفتيلة كيفيش مش مش يصير مش يصير وأني مش تعكس الضوء على الجدران متاع الجامعة متاع بيت الصلاة وبالتالي تظهر الكتيبة مكتوبة على الحيوط اللي هي الكتيبة اللي فيها مدأة دعية للمعز اللي يصلي وليهز رأسه للحيوط يقرأ يقرأ يدعي للمعز المعز ربحها يشتين ربح وأنه الناس تدعيله مع آليا اللي يقرأ يدعيله وربحه وأنه عمل الأجر والصناعة هذه باش تضوي جامع عقبة بن نافع وأيضا كيف في الأسفل نوجد صانعها كي الصانع الحرفي اللي خلى اسمه اللي هو محمد ابن عليا القيسي صفار اللي هو صناع ها القطعة هذية وما وش غريب ما أعطى على القي روان اللي هي كانت مشاعة في الصناعات الكل في تقريبا في الفلون الكل وما هي شي المشكات هذية الوحيدة اللي موجودة ولكن إن كانت هذية أشهرها ففما وحدات أخرين فما مشاكات أخرين موجودين في كانوا إذاوي الجامع الكبير وأيضا فما وحدات أخرين البرونزية اللي كانت تضوي وعلى الشكل هذي كان عليش تعتبر قطعة أثارية عليش تسميها قطعة أثارية قطعة أثارية على خطرها أولا يفوت عمرها لمية سنة وثانيا هي لأنها تقرخ إلى فطرة وحقبة تاريخية معينة وارتباطها بشخصية تاريخية أثرت في التاريخ والقيرواني خاصة والتاريخ الشمالي الفريق اللي هو المؤز ابن باديس ذات القيمة الكبيرة اللي باها وهي كما قلنا حطيناها في المتحف جبنات جابت من بيت صلاة تتعجمها عقضة بن منافع وتحطط في المتحف نظرا لنقيمة هذية متاحها واللي ندرتها لأنها ما كفهيش برشا في العالم وخاصة خاصة في ما تميزت بيهم الكتابات كما مكتوب الحمد لله السعادة واليمن والبركة وأيضا مكتوب اسم السيد اللي صنحها محمد بن علي بن قيس صفار لشكون للمعز المشكات هذه خطيت القيمة متاحة والتفرد متاحة واعتبرناها قطعة فريدة خدش من مرة خرجت إلى معارض دولية وحتى في متحف باردو أيضا خرجت وعرضت وعادت إلى مكانها بالمتحف الوطني الفنوسلمية رقاد كنا نتمنى لو مشكاتك المشكات المعزم لبديس لو في متحف رقادة بقاوم منها بروتوتيب صغار يجب يتحط في متجر متحف رقادة ويجب كل واحد يزور المتحف يروح بهذه المشكات كذكر لهذه السيارة في متحف رقادة كذلك لماذا لا أن يكون هناك قرار بلدي أو قرار في القائروين أن كل جوامع القائروين في المحراب تكون هذه المشكات موجودة فتكون طابع من جوامع القائروين فيها مشكات المعزم النديس في المصر نكتب معزم النديس نكتب حتى أدخلها بسلام النين وندخل فاعش ونكتب فاعش أدو الله إلى الله ومحم رسول الله وتكون مزينة لكل جوامع معنا لماذا لا كما تشوفوا في مصر يتحدثون عن فانوسي رمضان لماذا لا يكون لنا مشكات ورمضان وتباع في أسواق القائروان هذه المشكات في مناسب شهر رمضان فهي تدخل في الإيكوناميك لعب البلاد وتعود رمزية هذه المشكات في هذه البلاد لماذا لا شكرا أستاذ سهير على هذه المعلومات القيمة على هذه المشكات الجميلة خاصة أن كانت جميلة وأبهد وبهجتني لإستماع لهذا النور الذي يخرج من هذه المشكات وخاصة لهذه الكلمات التي سترى في هذا الجامع هذه صورة جميلة تعطي كثير من الحياة لهذه القطعة الأثارية شكرا لك وكنتم أعزائي مجتمعين في حلقتنا الأولى حياتي في المتحف وكنا مع قطعتنا الأولى مشكات المعز ابن مديس نلتقي في الحلقة القادمة مع قطعة أثرية أخرى في المتحف الوطي الفول الإسلامية واللي مشتكون القطعة دائما في العصر الزيري هو قطعة غنية جدا ومشهورة هي مصحف الحاضنة استمعوا في الحلقة القادمة إلى قطعة الجديدة فإلى اللقاء